كون منا في زغر مكنش يحب السابليتو اليوم بش نعملون مع بعضنا وزيد بثلاثة حشوات مختلفة شوكولات فريز اي افريكو واول حاجة بش نبدأ بها هي تحذير البت سابلي عنتي 250 جرام زبطة طرية نغرب الفوق 255 جرام سكر محاول سشير سكر فانييه رشة الملح بش تعزز النكهة ونخلط بالبتاري إلكتريك لين الخليط الكل ويبيض ويجنس مع بعضه نزيد زوز بيضات بدرجة حارات الغرفة ونكمل نخلط بالول بش تحسول الخليط تفصل على بعضه عادي نكمل نخلطه اللي نتحصله على قوام كريمي مهمة الفوية للنوفيت توا نزيده 450 جرام فرينا مغربلة 100 جرام نشيه سشي خميرة حلويات ونخلطه بالمغيز بالطريقة اللي تشوفو فيها توا في الفيديو اول ما المكونات الجيفة تدخل في الخليط نكمل نلم لعجينة بتاعي بتبيعة ما غير ما نعجنه سينو نجينا يبسة من بعض توا بعد ما البات متاعنا تلمت بالبيهي لفها في البابيس والفان والرطحة لدينا دقيقة في الثلاجة للحشوة نستحقوا باتات اغتيني معجون مشميش ومعجون فريس نشكل كعبورات صغر من كل نوع نجموا تشكلوا فوق بابيك ويصومش بضررها تستعملوا مول وندخلهم يجدون في الكنجيلاتور دبخي في غنس المرحلة هذي تعملوا حتى قبل البات رميخدو شوية وقت في الكنجيلاتور ونمشي ونشكلوا البات متاعنا باش نوزنوا كعابر وزن الواحدة عشرين جرام هي باش تجينا اكبر من سابليته المصنع اما كي باش نصغروا مش يصعب علينا التشكيل من بعد تحصلت الكل في القل على خمسين قطعة نلفهم ونعود نبردهم في الثلاجة من بعد ناخو كل كعبورة ننزل عليها بشوية بالكف متعليدين ونحاول نقاورها في الوسط نحط الفخص متاعي ونلمها ندورها وننزل بشوية باش تعطيني الفورمة بتاع البسكويت ونحطها في طباق الفور اللي تشوفو فيه توا ونتعديو توا لطريقة التزيين وبختان طعا اي دابوزة نعمل 6 خطوط كي ما تشوفو توا في الفيديو نحاولو نعملوهم المام بسانس بعد ما كملنا شكلنا كعبات نلكل بنفس الطريقة ندخلو الطباق متاعنا يبرد 30 دقيقة في الثلاجة قبل ما يدخل فور سخون على 180 درجة يتيبو لين يحمرو من الفوق اول ما يخرجو نخليوهم يبردو تماما كي بشمسوهم وهم صغار راهم بش يتفتفتو ساييه رصيدنا كملت قد ما نقولكم بنان لماذا مكذبش اللي قال اينو شاي اقوى من ذا يلا نستناعكم تجربو الرصيد ونتقابلو في بنا جديدة وما تنساوش كل عادة باشتابعني على بقية موقع تواصل اجتماعي هلا بخوشيم فيديو لارات السرطان